الحلول اللي ممكن تبسطنا من مشاكل هذا الروتين الإداري نعم يعني حاليا ضمن كل وزارة يعني السوداني ماضي باتجاه توجيه الوزارات الاتحادية وكل دائرة نشاط بأن يكون لديها هيكل تنظيمي محدث الهيكل التنظيمي يعتمد على النشاطات التي تقوم بها الموظفين الدائرة المعنية البرامج يفترض أن يكون لدينا موظفين متخصصين في أداء الوظيفة والعنوان الوظيفي يكون ينسجم مع التخصص الدقيق شو رح نقدر نحصل على متخصصين ويرفون يتعاملون بطريقة سليمة وصحيحة مع النظم الألكترونية يعني حاليا مثلا لو نذهب إلى القطاع الخاص العراقي مشاهد بعض الأماكن يضعون شاشة لجودة الخدمة المقدمة للزبون بعد أن يقوم بعملية الحصول على الخدمة تقييم ذاتي المراجع عندما يراجع إلى الدائرة يفترض أن وقت المراجعة وأين يذهب بالمراجعة مسار العملية طبعا يفترض أنه لا يأتي إلى الوحدة الحكومية يفترض أن الخدمة هي التي تذهب إلى طالبه وليس العكيم اختر انخبارشاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة